اكدت الدكتورة مريم عذب الجلاهما الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أنه تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة تم تصفير قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة الإلكترونية في مجمع السلمانية الطبية وأكدت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية تصفير قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة الإلكترونية في مجمع السلمانية الطبي خلال شهر أغسطس الجاري مشيدة بأنها خطوة نوعية في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز جودة الخدمة الصحية في مملكة البحرين مثمنة الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحرص الكبير الذي يليه سموه لتعزيز القطاع وكفاءة خدماته بما يعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع مبينة أن عدد العمليات المنجزة بلغ 23 عملية منذ بداية العام و373 منذ انطلاق البرنامج في مجمع السلمانية الطبي